دينا نروح للوقت المجاز التساعة مع منا تفضل يا منا شكرا لكي جومانا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات السبع الماضية سهمت في توازن الأسعار على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة جاء ذلك خلال افتتاح رئيس السيسي مشروعات الانتاج الحيواني والألباني والمجازر الألية من مجمع انتاج الألباني بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وأشار رئيس السيسي إلى أنه بمجاب المتغيرات العالمية كان من المتوقع أن تكون الأسعار أكثر ارتفاعا لكن الإجراءات الحكومية تساهمت في كبح هذا مدللا على ذلك بارتفاع التضخم الكبير لدى الدول الأوروبية وأوضح الرئيس السيسي أن حديثه يستهدف أن يكون المواطنون على علم بتفاصيل ما يحدث أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة مشيرا إلى أن الدولة لديها ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر وخلال حوار أجره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحهم مشروعات بإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية بمدينة السادات وجه الرئيس السيسي الشكرى للمزارعين لتوريدهما يقرب من أربعة ملايين طن من محصول القمح وحول ملف تسعير المحروقات قال الرئيس السيسي أن هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هدف الحكومة في المرحلة المقبلة هو تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة وأضف مدبولي خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الرد على أي تساؤلات هو الجوهر والهدف الرئيسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة لأنها هي التي تحدد سياسة الدولة في الأصول المملكة لها وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستعمل على تحقيق الحياد التنافسي والبيئة التشعيعية للوثيقة التي سيتم إصدارها مؤكدا ضرورة ترجمات الوثيقة لخطوات تنفيذية على أرض الواقع وبشأن سياسة تخرج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية قال مدبولي أن التخرج لا يعني بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة قالت القوات الأوكرانية أن روسيا شددت قبضتها على مدينة سيفيرو دونتسك بشرق أوكرانيا وأوضحت القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي قطع آخر الطرق لإجلاء المدنيين وقال حاكم إقليم لحانسك سيرجي جايداي أن جميع الجسور خارج المدينة تم تدميرها مما يستحل معه إدخال شحنات المساعدة الإنسانية أو إجلاء المواطنين وأضف جايداي أن القوات الروسية تسيطر الآن على 70% من المدينة أعلن المستشار الألماني أولف شولتس أن بلين ستوسع مساعدتها العسكرية لأوكرانيا وأكد شولتس أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة إضافية بينها نظام ضفاع صاروخي وردار لرصد المدفعية كان شولتس قد قال في وقت سابق أن بلاده لن ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وتخطط لعمليات تسليم جديدة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران أنه يعتبر أن بلاده دخلت في اقتصاد حرب وخلال مشاركتي في افتتاح معرض للأسلحة دعا ماكران وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقاً للمتغيرات الجيوسياسية وأدف ماكران أن تصاعد التهديدات كما يتضح من الصراع في أوكرانيا يفرض مطلباً إضافياً للمضي قدماً بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها مستعدة لتعديل وضعها النووي إذا مضت كوريا الشمالية قدماً في إجراء اختبار نووي وقال بلينكين أن واشنطن على اتصال وثيق للغاية مع الحلفاء للرد سريعاً في حال وجود أي تهديد للحلفاء في شبه الجزيرة الكورية يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بكوريا الشمالية وذلك في رسالة وجهها إلى الكونغرس نهاية موجز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل